الاخيرة الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي بدأ يجهز تقارير كامل كامل بكل امر بينهي وبرؤيته في قطاع الكرة ورؤيته للتطوير التطوير هذا القطاع واللي تقدمها للكابتن محمود الخطيب لذا ننفرد وعلى مسئوليتي الكلام ده هنجيبه وهنعرض الجزء ده بعد اسبوع بعد اتنين لما الدنيا تبدأ تتكلم فيه هنقول شوفوا اللي احنا قلناه من اسبوعين اولا الكابتن محمد رمضان شايف ان لجنة التخطيط دورها ما ينفعش او لا يصلح ان يكون تنفيذي يعني دورها ما ينفعش يكون تنفيذي لجنة التخطيط تحطط لوضع رؤية لوضع خطة لوضع خطة مستقبلية لتنظيم العمل داخل قطاع الكرة فقال لك نعدل المسمى او نعدل الوظائف ونعلنها كمان يبقى دور لجنة التخطيط انه يرائب قطاعات الناشئين وقطاع الاكاديميات والربط بينهم وانه يخطط يبقى مسئوليته من بعد الفريق الاول ابعد عن الفريق الاول في حاجة اسمها مدير رياضي على فكرة في اوروبا والدول المتقدمة في اوروبا والدول المتقدمة زي ما بيقولوا في الفيلم كده ما فيش حاجة اسمها مدير رياضي ولجنة التخطيط اساسا في الكوكب كله في المجرة في كل التاريخ ما تعملش حاجة اسمها لجنة التخطيط في الكرة ما تعملش حاجة خاصة ومحدش يتعلميني انا عارف ان انا ايه مدب كده دبش في كلام انها لجنة التخطيط وما بتخططش عارف انت لجنة تخطيط شاهد ما شافش حاجة يطلع كابتن محفن صالح يقول لك دورنا والله كان استشاري ما بناخدش كرارات ده كان ست سنين من 2019 ل2025 ل2024 خمس سنين الخطيب اللي بيعمل كل حاجة خلاص ما انت مشيت بقى كابتن زاكرانس قال لك الدور استشاري كابتن محمد رمضان قال لك كده كده الدور استشاري وبالسقط والصورة قال لك ايه بل انه ممكن يعطلنا في اوقات فاحنا مش كل الصفقات وكل الرؤى هنعرضها على لجنة التخطيط حفاظا على الوقت هو ذات نفس الرؤى للرجل المدير الرياضي ففي الكوكب كله مفيش حاجة اسمها لجنة التخطيط في الكرة تدري الصفقات وتاخد قرارات وتحط رؤية للاجانب مين يمشي ومين يقعد وتحط رؤية للمدير الفني ده نجيبه ده ما نجيبوش ونحط رؤية للمعارين ده ما بتحصلش في الكوكب كله انا اسمي لجنة التخطيط اخطط اخطط بقى ليه كابتن محمد رمضان قال لك الكلام ده قال لك يخططوا لقطاع الناشئين يخططوا ليه الاكاديميات يربطوا بينهم يربطوا بين مدربين الفرق الناشئين يربطوا بين المديرين الفنيين باجتماعات برؤية لكن يبعدوا عن الفريق الاول لان وجودهم يضر ولا يفيد حدش يزعل مين يعني وحد هيقول ليه يعني انت يعني بتقول لجنة التخطيط وجودها بيدر وان امال كانت موجودة السنين اللي فاتت لي لا مش هقوله عشان الناس بتزعل من يعني الناس بتزعل لو قل بتزعل بقى كانت حتة مطور تأخدوها اللجنة وخلاص يعني ما انت بتعد القصة كده تعال انت مكافيتك ايه خد لك لجنة مع الوقت بيبدأ بقى ده يتكلم زي كابتن محسن صالح قال لك انا ماليش دعوة هو اطبح يا زاكي ادري اطبح يا زاكي ادري اصلخ يا زاكي ادري اصلخ زاكي اهرب يا زاكي ادري اهرب زاكي ادري فمشي مجرد ما كابتن محسن صالح طلع برا اللجنة قال لك انا ماليش دعوة انا بريء انا بريء هو الخطيب حضرت الزب طب فطالما انت بريء وانت ما عملتش حاجة وانت مش مسؤول عن اي قرار ولا اللي ميشي ولا اللي جي ولا ماليين الدولارات اللي في الاجانب انت ما اخترتهاش ولا الراحلين ولا المعارين ولا رحيل ديانج ولا رحيل عبدالقادر ولا عدم التعاقد مع مهاجم ولا عدم التعاقد مع اجناح ولا صفقة بالرمضان ولا اي حاجة انت ما بتعملش اي حاجة فنوفر بقى اللي ما يزيد عن المتين وتمانين الف جنيه مرتبات للجنة التخطيط الحاجة التانية اللي كابتن محمد رمضان بدأ وانا عايز اقول كلام مهمة في الحتة دي هو بيزعل يزعل 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 بستقوله كابتن محمد رمضان نسف حاجة اسمها لجنة التعاقدات بعد امر او بعد موضوع احمد القندوسي يمكن كانت الاشها اللي خلت اخير طبعا طلع الكابتن امير توفيق قال لك اسكت يا والا انت معرفتك مش انا اساسا كنت مقدم استقالتي من زمان والخطيب اللي كان متمسك بيا نفس كابتن محطن انا كنت متقدم متقدم باستخلطي من زمان والاقل كان متمسك بيا كل اللي يمشي قول لك كنت متقدم باستقالتي والخطيب اللي كان مش عارف ماسك فيك ليه يعني انا مش عارف ومش عايز اقول كلام بيزعى للناس فلجنة التعاقدات في النادي الاهل الكابتن محمد رمضان قال لك عايز احط لها رؤية تبقى لجنة ما تجيبش الشخص يعني امير توفيق واقولي لجنة التعاقدات هي فين لجنة فين اللجنة ده مسئول تعاقدات مسئول تعاقدات فضلنا صقمة اتنبع 2019 وعشرين 21 22 23 24 نتكلم ونصرخ يا جماعة التعاقدات لغاية تم حصل الامر الكارسي الاخير ده فقال لك ايه في البيان اعادت هيكلت لجنة التعاقدات فكابتن محمد رمضان عايز يعمل لجنة للتعاقدات لجنة كاملة لجنة كاملة يدمج السكاوتينج مع التعاقدات تيبقى فيها ناس زي كشافين لجنة كده متكاملة ناس زي كشافين هي اللي تلف بقى وتتفرج وتقولك شوف اللعيب ده ولحق اللعيب دوت وفيه لعيب بره وفيه لعيب فري ابو بلاش يا كابتن محمود الخطيب يا بيبو يا أستاذ أمير توفيق يا بشمهندس عدلي ابو بلاش احنا ممكن ناخد بالنا ان فيه نجوم كتير بيبقى نصلها ستة شهور نجوم كتير بتبقى فري انت تقدر تاخد الزمالك لما كان جايب بوبنزة حتة لعيب ما جابتوش يعني لعيب بحكاية صراحة ما شفتش الكواليتي ده كتير في الملاعب المصرية وكان الراجل جاي في ري رحمة ونور فأنا مش عارف ليه كأن الدكتور واصف يقول لك تعالى حبيب قلبي ده في ري ونيجي وهيفيدك لا الحق نبقى خمسة وستة مليون يورو ما تفهمش ديه وبقولك مش عايز اتكلم يعني انا طالع النهاردة مسترخي لعصير بتاعي الدنيا جميلة وهدية وبحاول امسك لساني ما بيتمسكش ولكن لجنة التعقدات الكابتر محمد رمضان عايز يبقى فيها اتنين كشفين ومسؤولين عن الاختيارات عايز يبقى فيها شخص عنده القدرة التفاوضية وعايز يبقى فيها شخص عنده حنكة صياغة العقود قالك دي لجنة مش هيجيب علشان يبقى لها اصرارها ما جيبش لجنة التعقدات واما قاعد معاها حد من الشؤون الخانونية يكتب العقود خاصة ان الحتة دي في النادي الاهلي مش كوي يعني مش عارف مش محترفة اوي حتة التعقدات دي من بعد المواند صادل القيعي جهيسة معرابي سنة ويه توتة توتة خلصت الحدوتة فقالك عايزين نعمل لجنة متكملة عايزين حد مفاوض تعالى يا فلان فاوض عايزين حد يبدأ يقعد مع المفاوض ده يقول له فيه بنودنا كذا خد بالك العقودة يبقى خمس سنين في حالة كذا يبقى كذا في حالة فسخ العقود كذا يبقى كذا في حالة كذا هيتفاوض مع النادي اللي برا انا حلم حياتي اشوف حد في النادي الاهلي يتفاوق اشوفه لكن يتزنق يا خطيب كلم رئيس النادي صديقك يكلم مثلا مستاذ محمد مصلحي عايزين مروان عطية يقول له تعالى عزمك على اكلة سمك واتنورني في الاتحاد وانخلص الدنيا يقوم برايح وايخد مروان عطية كده كده كان مخلص معه الزمالك كانت صفقة كده تعملت تقريبا انس اسامة ومحمود علاء مدافع الزمالك ببلاش تسابه يعني عارفون محبة علشان مروان عطية سفر الخطيب جاب مروان ورجع به انت عندك بقى مدير طعاقودات يقدر يساق معلش ما احترام انا اقول لك كده بالبلد ازاي ما بيقول الله في شبرة عندنا يملى العين عندك مدير طعاقودات يملى العين لما يقعد معه رئيس نادي يملى العين يقول له تعالى نتفاوض على واحد اثنين ثلاثة بعد المهندس عادل القيعي فاقول لك جهيسة معروه بسنة عمل تسع صفقات ومشي فالكابتن محمد رمضان عايز ينسيب حاجة اسمها ادي الواحد يعني اجيب واحد وديله كل المهم وقول عليه لجنة هو لجنة يعني تخيالة جيب امير طفول ده لجنة التعقودات مين لجنة مين اللجنة يعني مين اللجنة فتبدأ تلاقي امور بتحصل خفية وامور يتقالك اسل الوكيل دوت بالعين وعايز يقول كلمة في الموضوع ده ورزق على الله اقسم بالله بيتم توجيه لعيبة وصفقات ان هي يتوقع مع وكيل معين امضي مع ده يا محمد يا سمير يا مخرج عايز تبقى مخرج تدخل قناة الحدث اليوم حلوة قوي يا حبيب امضيلي مع اسلام عماد يا عمي ليه يقولك فبتحصل وبتحصل وبتحصل اللي يقولك والله ما بتحصل قل له انت كذاب شير في جمعة قال بتحصل وبالدليل وبالأسامي مش عايز الموضوع يفتح أكتر من كده